علامات استفهام كبيرة وضعت مع التحليق الجنوني لسعر الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء حتى أنه تخطى عتبة العشرة ألاف ليرة للدولار الواحد والأمر حتماً لم يكن عادياً وأثر بطريقة مباشرة وكبيرة جداً على حياة المواطنين حتى شعر البعض أن هذا الأمر لم يعد يحتمل ذرة من التراخل المعنيين وعلى رأسهم الحكومة وقد ترافق هذا التحليق بحركة مكوكية على الساحة السياسية لعل ما كان من أبرزها حركة رئيس الطيار الوطني الحرن أب جبران باسيل الذي التقى كلاً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحاكم مصرف لبنان رياض سليمي وبحسب ما أكدت مصادر مطلعة للأوتيفي فأن هذين اللقاءين كانا مفتاح تراجع سعر صرف الليرة حتى ما يقارب الستة ألاف في مقابل الدولار هذا اليوم وفي لقاء بري باسيل شددت طرفان على أهمية تفعيل دور الحكومة حسان دياب كون وجودها أفضل من عدمه خصوصاً أن رحيلها قد يدخل البلاد في فراغ كبير وطويل الأمد واتفق الرجلان بحسب المصادر عينها على ضرورة أن تبدأ الحكومة بإصلاحات على صعيد الكهرباء وما تعيين مجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان إلا ترجم لهذا الاتفاق وبداية له وكذلك اتفق الرجلان على أهمية السير بإصلاحات أخرى في أكثر من صعيد وستظهر نتائج تباعاً كل ذلك بالتزامن مع الضغط على حاكم مصرف لبنان رياض سليمي لضخي دولارات في المصارف للمستوردين عن طريق ضخ 5 ملايين دولار يومياً الأمر الذي يبين حجم السوق السوداء الحقيقي ويحد من التداول بالدولار فيها وهذا ما حصل فعلاً بعد سلسلة من اللقاءات لتجارة بين بسيل وسليمي وأكدت مصادر عينها للأو تيفي أن التراجع في سعر صرف الدولار سيستمر في الأيام المقبلة حتى يقارب لأربعة ألاف ليرة ما يريح قليلاً سوق المحالي وينزع عن كاهل اللبنانيين بعضاً من الحمل الثقيل ترجمة نانسي قنقر